هنا بالنسبة للمكوين العلوم سنرى الأجوبة بشكل مختصر هنا لدينا التأثيرات بالنسبة لتأثير مترق على مصمار فهو تأثير تمس مموضع تأثير القدم على كرة فهو تمس موزع تأثير مغناطيس على كرة من حديد أو كرية من حديد فهو تأثير تمس عن بعد أو تأثير عن بعد موزع بالنسبة لتأثير ريح على طائرة ورقية فهو تأثير تمس موزع وبالنسبة لتأثير الأرض على جسم معلق فهو تأثير عن بعد موزع بالنسبة للسؤال الثاني لدينا هنا الضغط الضغط يد على قنينة من البلاستيك من هو الجسم المؤثير؟ هنا بطبيعة الحال هو اليد الجسم المؤثر عليه هو القنينة أما مفعول تأثير الميكانيكي هو التشويه إرتداد كرة قدم على حائط الجسم المؤثر هنا هو الحائط الجسم المؤثر عليه هو الكرة ومفعول تأثير الميكانيكي هو تغير منح الحركة ضرب كرة مضرب بواسطة مضرب الجسم المؤثر هنا هو المضرب والجسم المؤثر عليه هو كرة المضرب هنا بالنسبة للسؤال الثالث عندنا شدة تقالة هنا هي ديما شدة تقالة الجيكة تساوي 10 نيوطن على الكيلوغرام ديما الجواب الصحيح هو ودي بالنسبة للسؤال الرابع صحيح عم خطأ هنا عندنا أ لا تسمحوا الأجسم معتمة بمرور الضوء صحيح يأخذوا جسم أبيض لون الضوء الذي يضيئه صحيح يشتت جسم أحمر الضوء الأحمر عند إضاءاته بضوء أحمر أو بضوء أبيض صحيح دل يشتت جسم أسود جميع الأضواء التي يستقبلوا هذا خطأ صحيح 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 ثم خطأ هنا بالنسبة للسؤال الخامس متى المصار الحزم الضوءية المنبعية من المنبع وحدد على الشكل دل خاص للشيء دل المحمول مخروط الدل شبه الدل هذا لا يكون فيه نشاط العلمي دي السادس أو الخامس ثم بالنسبة للأولئة بالنسبة للكورة المعتملة فيها تلقى مخروط الدل يعني كيكون ما بين الكورة وما بين الشاشة وكلقوا الدل الخاص بالشيء للشيء هو الكورة المعتملة يعني النص ديله كلقوا الدك الدل يعني كيكون عكس الضوء بالنسبة للشاشة كلقوا شبه الدل بالإضافة إلى الدل المحمول بالنسبة للسؤال السادس هنا قد نختاره قد نلقاه الجواب الصحيح هو دي ما اللي قد نحسبه على القواة دي هو الجواب الصحيح بالنسبة للسؤال السابع سوف يلقوا الجواب الصحيح هو D هذا ينفي الأولى إعدادة هذا الدرس هذا يعني هما يركزوا الإعدادة بزيف هنا بالنسبة لسؤال 8 اللقاح الجواب دياله هو D هنا بالنسبة لسؤال 9 الجواب الصحيح هو C بالنسبة لسؤال 10 الجواب الصحيح هو B بالنسبة لسؤال 11 الجواب الصحيح هو C وبالنسبة لسؤال 12 الجواب الصحيح هو A